موسيقى إذن بالنسبة لنا كيسار كانت دائما لنا المقدورة على تحريك الشارع لماذا؟ لأننا دائما كنا ولا زيننا وسنبقى دائما نلامس قضاياه الأساسية فالهم الأساسي عند اليساريين كان دائما هو الاهتمام بقضايا الكادحين وبالتالي خطابنا فيما يخص هذا الجانب الاجتماعي كان دائما يجد له صدن عند عموم أو عند أغلبية المواطنين صحيح أننا كيسار لم نستطع إقناع المواطنين فيما يخص الجانب الآخر الذي هو الجانب الانتخابي نظرا لأن انتخابات في المغرب لها آلياتها التي تتحكم فيها السلطة أو يتحكم فيها المخزن والذي له إمكانيات تحريك وتشغيل هذه الآليات متى وكيفما شاء أنا مثلا أثناء الحملة الانتخابية خطابي وجد صدن كبيرا عند الشباب وعند المواطنين ولكن أثناء التصويت جرى ما جرى لماذا؟ لأن هناك عزوف النخبة التي تقاطع انتخابات كما أن مجموعة من الشباب فقدوا ثقتهم في السياسة وبدأنا نجد هناك ما يسمى بالرداءة السياسية التي يعممها النظام بكل الأدوات وبكل الوسائل إلا أننا على المستوى الاجتماعي خطابنا مقبول كما قلت بداية لأننا نلامس قضايا هذا الشاب كنا دائما حاضرين في الحركات الاجتماعية سواء نعلمس سواء إذا رجعنا إلى مثلا إلى 81 إلى عزانة 1981 حيث سمنا الحسن الثاني أنا ذاك بشهداء كوميرا كاتو تسعين أحداث إفني أحداث إزرادة أحداث الحسيمة كنا دائما حاضرين وكنا دائما داعمين للحركات الاحتجاجية التي ربما في نظري هي الوسيلة الآن للخروج من المأزق الذي نحن فيه أمام هذه الرداءة السياسية التي يعمل النظام على تعميمها وهذه الرداءة السياسية كما نقول لا يمكن إصلاحها إلا بإرادة قوية لدى النظام أن تكون إرادة حقيقية لدى النظام في إصلاح سياسي حقيقي وليس شكلي وعندما أقول إصلاح سياسي حقيقي يعني إصلاح على مستوى الجوهر وليس على مستوى الشكل إصلاح الدستورية الجوهرية بالنسبة للتنصيق مع الإسلاميين كانت مجموعة منا كيساريين دائما تقول على أنه يجب التنصيق مع الإسلاميين لأننا كنا نعتبرهم أو كنا نقول ولا زلنا نقول على أنهم مكون أساسي من مكونات المغرب ولا يمكنه لأي أحد منا أن يتخلى عن آخر وقد عملنا الجاهدين في تقريب وجهة النظر في المسائل التي نتقاسمها بل أكثر من ذلك دفعنا بعض اليساريين الذين كانوا يرفضون الحديث عن ما هو إسلاموي إلى القبول بالنقاش وبالحوار مع الإسلامويين واشتغلنا في عدة محطات إلا أننا صدمنا أثناء حراك عشرين فبراير عندما تخلى الإسلامويين عن الشارع الذي كان أن يحقق تغييرات حقيقية وتخليه هذا جاء نظرا كما يعرف الجميع نظرا لتوافقات أمريكية مع تنظيم العالمي لأخوان المسلمين هذا لم يكن على مستوى المغرب فقط فالتجربة في تونس تجربة في مصر في سوريا إلى غير ذلك بالنسبة لي الآن يستحيل التنصيق مع الإسلاميين أو الإسلامويين لأنه حتى كلمة الإسلاميين فيها ما فيها ما لم يقوموا بمراجعة نقدية مراجعة تجعلهم أسيد قراراتهم وتجعلهم يقبلون بالآخر ويقبلون بالاختلاف لأن الإشكال مع الإسلاميين حين يتمكنوا فلن يقبلوا بالآخر كما رأينا على مستوى مصر أو على مستوى تونس التي كانوا يقولون على أن التورة فيها ناجحة فالإسلامويين أبعدوا الطوار سواء في تونس أو في مصر وحاولوا التمكن أو الاستيلاء عن السلطة أو الحكم بمفردهم وهذا حال الإسلامويين أن وجدوا بحيث أنهم لا يؤمنون بالوضعي وحتى إن آمنوا بالقانون الوضعي فما هو إلا قنطرة للتمكن من مفاصل السلطة وأن ذاك سوف يفرضون سياساتهم بالتالي أقول على الإسلامويين أن يقوموا بمراجعة نقدية وأن يقوموا بمراجعة فكرية على المستوى الفكري وعلى المستوى التقافي لأن هذا هو الأهم لأن هذا النقد الفكري هو الذي يمكن أن يعطينا سياسة مختلفة لما يمارسونه الآن وأن يعطينا سياسة تقبل بالآخر وبالمقاربة التشاركية وليس بالمقاربة التسلطية